اشتركوا في القناة العراق الاعتداء وصولا الى مصر الدم السوري وصل اقدس المقدسات القتل والتدمير لا يميزان بين مسلم ومسيحي هذه حمص مدينة دمارها يشبه الافلام بيوت الناس وبيوت الله من جوامع وكنائس باتت خرابا هنا اما حلب التي انكسرت مئذنة جامعه الاموي فلا يدري اهلها ايبكون الحجر العتيقة ام يبكون تسامحا يشح في مدينتهم المستباحة امام كل انواع الاسلحة دمشق قلبها مفطور باخبار استهداف مقام السيدة زينب وكنائس بابتوما اما ريفها فترفه صدمة نبش قبر الصحبي حجر بن عدي الكندي في عدرة تشترك الفوضى والوضع الامني والسلاح المنتشر والجهل بالدين في تعميم ممارسات كهذه مخططو ومنفذو هذه التعديات يزعجهم الاعتدال الديني فيغتال شيخ في جامع ويخطف مطارنة البلاد مسلحون يرفعون رايات الجهاد التعديات على المقامات الدينية ليست حكرا على سوريا تونس ليبيا ومصر عمتها ايضا هذه الموجة المصممة على العبث برموز طوائف هذه المنطقة منطقة لطالما تعايش ناسها وتماسكوا وتعاونوا في مواجهة مصائرهم معا ليس استهدافا اعمى هو الذي يغتال التسامح في وقت بات الدين سلاحا هو مقصود وواعن ان سوريا متنوعة كتونس ومصر متعددة كليبيا تتناقض مع اللون الواحد والاسف هو لون اسود